السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طارق السيد يحذر من المخطط الأهلي للتعاقد مع لعبها الزمالك عبر الوكلاء كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق عن مخطط داخل النادي الأهلي من أجل التعاقد مع الحارس محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لقرة القدم بالنادي طارق السيد وخلال فيديو له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحدث قائلا أكد أن الأهلي يخطط لتعاقد مع الحارس محمد صبحي خاصة وأن عقد الحارس ينتهي بنهاية الموسم الحالي وقد يرحل مجنا في أي وقت واتبع طارق السيد أن بعض الوكلاء طالب من محمد صبحي بعدما التجديد للزمالك من أجل الانضمام بشكل حر للأهلي خلال الموسم المقبل كما أكد طارق السيد أنه لم يتحرك أحد من الزمالك من أجل تجديد تعاقد بحمد صبحي الفترات القادمة مؤكدا أن اللاعب يرغب في الاستمرار داخل الزمالك ويستعد الزمالك لمواجهة كاليوباترا بعد غضل الأربعاء في طارق لقاءات مصابقة الدور العام على ملعب استاد القاهرة الدولي التوفيق كل التوفيق لنادي الزمالك ترجمة نانسي قنقر